تتواصل التحرشات المغربية أو لنقول السقطات المغربية سقطات ومهازل كبيرة في الدبلوماسية أخطأ دبلوماسية بيدائية دعكم من المجلة وشخبة شخبيط والتلوين يعني علبة الألوان والأحمر التي تم الرد عليها بشكل رسمي شفنا في اليومين الماضيين اليوم كان هناك شخبة شخبيط من نوع آخر شخبة شخبيط لخبة لخبيط انتع المندوب المغربي في مجلس حقوق الإنسان في جونيف تصوروا لا يتحدث عن الجزائر بصفتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غضى الاسم فهذا الأمر دفع سفيرنا ممثل الجزائر لدى مجلس حقوق الإنسان في جونيف السفير لزهر سوالم ليضع النقاط على الحروف ويطلب نقطة نظام أجبر ممثل الجزائر الدائم في مجلس حقوق الإنسان في جونيف لزهر سوالم مندوب المغرب على احترام قواعد المنظمة الدولية بخصوص التسميات الرسمية للدول وقاطع السفير الممثل الدائم للجزائر في المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة كلمة ممثل المغرب لعدم احترام هذا الأخير مصطلحة الأمم المتحدة أروح لي البلاو لنجيك وقال ممثل الجزائر أذكر المتحدة بأننا في الأمم المتحدة ما رعناش فيه عند بوريطة ولا عمر هلال تاعل نيويورك والاسم الكامل للبلد هو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعليه مندوب المغرب يعني أن يحترم قواعد المنظمة بشأن التسميات الرسمية للدول نقطة إلى السطر وانتهى كلام السفير ووجد المندوب المغربي نفسه محرجا ليصحح الأمر وطبعا هنا استبعاد تماما حسن النوايا وأنه أخطأ لأنه الذي يتجرع على الخريطة وعلى الجغرافية لن يقف جنونه ولا شططه عن التجرع على التسميات سؤال وكأن الخريطة هذه أو الجغرافية وربي يعني أعطانا هذا النعم الكثير في هذا البلد القارة وتضحيات الرجال والنساء بما أنه اليوم رأنا في 8 مارس الرجال والنساء الأبطال والبطلات الشهداء والشاهدات المجاهدونة والمجاهدات وقررنا أن تكون تسميتنا الجمهورية الجزائرية يعني واش دخل مندوب المغرب ليتحدث عن هذا الأمر إلا إذا كان يريد أن يخلق مشكلة من فراغ والفراغ الذي يوجد فيه المخزن فراغ رهيب تخبط تخبط وما بعده تخبط لاقتصاد مساكن يعني طلب عزيز أخناش لطروة تعوراية تكبر طلب خمس ملايين دولار ولا خمس ملاير خطأ تيمان ديون الغلاء في الأسعار وغيرها وغيرها ومستحيل في الجزاء أن أتحدث عن الغلاء في الأسعار للشعب المغربي لا نتحدث عن هذا بالعكس أنا أتحدث عن التخبط لأنه شعب المغربي المحروب ولا المغلوب على أمره ما دا بي يعيش في رفاهية أنا ضد أنه يجوع أي شعب أو يفقر أي شعب ولكن السبب سياسي في نهاية المطاف السبب مخزني لأن الأقلية التي تحكم وتختطف القصر الملاكي والمخزن هي التي تطنش الشعب وتتحرش شوفوا كي جاء تطنش وتتحرش بالجزائر